نوعية التعليقات يا زينة اللي كانت بتجيلك على دور المعبير وانتي بتقولي ناس كتير جداً كانت بتقولي يا معبير من يعني دور أدوار كتير عملتي التعليقات ايه بقى يعني الناس بتوصل مراحلتنا تكره الشخصية لا تصدق الشخصية لا والله يعني في ناس كتير يستفتح محل مبايلات عشانهم عابير تروح لهم لا الحمد للأول ما تعرض المسلسل كان يعني نجحها يعني والله ما كنتش متوقعة يعني حتى يقولك اشار بمعبير اه 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 وحتو صورة ممثلة اه 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 واحد كده مش عارفة يا نسيت اسمها والله نفس اللون الشعرف طب ده احسن ولا معبير احسن فكانت بجيلي نوعيات يعني الحمد لله يعني ما جاتش نوعيات ابدا حاجة سلبية يعني عشان كده يمكن ده اللي كنت بقولك عليه انه بتبقى الشخصية مفروض تكرهيها لما تعملها زينة منصور فيها شوية خف الدم كده ورا الموضوع اللهم لك الحمد يا رب يعني برضو حد كتبي تعليق يعني طبعا مع الفارق يعني انا مش بشبه نفسي بس انا بقولك التعليق انه قال مثلا يعني بتفكرنا بالجميل عادل ادهم اللي هو يبقى الشرير بس كوميدي يعني مع الفارق طبعا يعني ما نوصلش لموهبته يعني لكن انا بفرح يعني بس انا بحاول يعني عارفة انتي اللي هو بحاول اعمل الشخصية اول ما بقراها فاهمة انتوا ليه شايفيني على دول كده يعني ليه مش شايفين برضو ما انا ممكن اعمل فاهمة الحاجات البردو اللطيفة الست اللي دي العادية او ده لانا كنت عايز اقولك او الفقرانة الغلبانة الطيبة يتم الدبيح لما تنجحي في دور البنت الشعبية يتم اختيارك في الدور ده كتير كتير فطب اعمل ايه حرفض فبقول لا انا مش حرفض يعني وخاصة لو الموضوع دخل مزيجي يعني اوه لو الشخصية بقى لبسيتني بقى فبحاول بقدر الامكان اني يعني انت شفتي محاسن وشفتي معبير ديفرنت يعني الاتنين مختلفين تماما دي في حتة ودي في حتة تانية خالص يعني فربنا بيلهمني كده ان انا بسي يعني بعمل كاركتر للحكاية طريقة كلام طريقة مشيا تعبيرات تعبيرات مختلفة مش كله يبقى ستاندر يعني يعني مش كله يبقى يعشان شعبي يبقى خلاص مش عارفة ايه ولا حاجات لا في في حاجات وعلى حسب هي الستي دي بتتصرف ازاي او الشخصية دي بتتصرف ازاي واتمنى من الله يعني ان هم بقى يبصوا ان 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 عايزين نعمل حاجات يعني يعني بتبقى الشعبي بقى